اختتم وفد رفيع المستوى من مجلس الأساقف الإيطاليين وكاريتاس إيطاليا زيارة إلى الأرض المقدسة حيث التقى الوفد غبطة الكاردينال بير باتيس سابات سبالة بطريارك القدس للاتين الذي عكس أهمية الجهود والعمل الذي تقوم به البطرياركية اللاتينية لتعزيز سبل السلام والعدالة في المنطقة وأكد رئيس الوفد الأب جبرائيل بأن زيارتهم جاءت للتعبير عن تضامنهم مع المتضررين من الحرب والفئات المهمشة ولتعزيز التعاون الأخوي من أجل خير الإنسان وأضاف ما شدني هو معاناة الناس في الأرض المقدسة الذين يكتنفهم شعور عام بعدم الأمان والخوف ومضى قائلا قبل كل شيء دعونا نفكر في غزة ثم بتعزيز عمل الرعاية في بيت لحم والقدس تلك المدينة التي تعاني أيضا من صعوبات مضنية بسبب الصراع القائم والمستمر